اشتركوا في القناة نبني بها مستقبل جديد إن شاء الله لأنه ما يشكلوا الحجر الزوية في هذه المنظومة الصحية فبالتالي لازم نحييهم ونزيد نعطيهم واحد الأمل أننا مستقبلاً سننخدموا ليد في اليد لكي نبنيوا مستقبل أفضل إن شاء الله منظومة صحية جد متينة وكذلك هي جدابة ومحفزة لجميع التقام التمردي ويزار الصحة تتخدم معهم جنب إلى جنب إطار تشاركي وليد في اليد قد نقدروا نمشيول النسائج أحسن إن شاء الله وبالتوفيق للجميع إن شاء الله شكراً اشتركوا في القناة